السلام عليكم بغيت تشري من المواقع الأجنبية كاليكس بريس بنكود علي بابا أو مواقع أخرى ضروري لا تكون عندك بطاقة انترنسيونال خاصة بالبنك الخاص بك في هذا الفيديو سنتحدث على سيوش بانك اي شوبين الخاصة بالشراء عبر الانترنت شراء الخدمات وكذلك الشراء من المواقع الأجنبية مجموعة من الأصدقاء عندهم هادل كارت اي شوبين ولكن ما يعرفوش كيفاش يشري من الانترنسيونال أو أن البطاقة دي لهم ما كتتقبلش عند إدخال معلومات دي لها في المواقع الأجنبية والسبب هو الدوتاسيون ما كتكونش مأكتفيوية في هذا الفيديو سأريكم طريقة صحية بش نأكتفيو الدوتاسيون عندنا في البطاقة دي لنا وللتذكير فتمن هاد الاكتيفاسيون هي 44 درهم سنويا وكيتم اقتطاع دي لها مباشرة عندك قيامك بأول عملية شراء عبر الانترنت إذن إخواني تابعوا معي الطريقة فالطريقة سهلة جدا ندخل الهاتف أو الحاسوب حسب الطريقة التي تحب ندخل البنك CH بنك ندخل مود باس سندخل مي كارت سنحاول ندوز من اليسار الى اليمين لكي نختار الفيزا كارت دي لنا التي هي كود رونت في الحالة دي لنا من بعد من اللي ندخل البطاقة كتبال لي واحدة نجمة زائد اسفل الشاشة ندخل لها وهنا يعطوني جيغي دوتاسيون يعني التحكم في الدوتاسيون الخاصة إما بتفعيلها أو إلغاء التفعيل فنقوم بالضغط عليها ومباشرة يطلعون دوتاسيون توريستيك والدوتاسيون اي كوميرس بالنسبة لنا فهنا التي تهمنا هي دوتاسيون اي كوميرس نحاول ندخل لها دي بلوكي وكتبال اكتيبي في الحالة دي بلوكي لانني نستعمل بايونير بالنسبة للناس الذين ستساولون على بايونير كيف ندخل فقمت مجموعة من الفيديوهات حاولوا وتصلك لكارت حتى المنزل اذا كان هذا هو درس اليوم بسيط جدا لا تنساوش اخواني دعمنا بلايك وكذلك مشاركة الفيديو مع الاصدقاء وإذا كانت هدية اول زيارة لك اخي اختي القناة فتنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلكم جديدنا اول بأول